وأكد الكوبيسي أن ممثل وزير التربية في أربيل وحيد فريد طلب منه الإبقاء على مدارس الرصافي لأن بعض المدارس الحكومية ستغلق بسبب الدائقة المالية التي تمر بها الوزارة قبل أسبوع من القرار جلست مع الأستاذ وحيد فريد مدير ممثلية هو الشخص المحترام ابن الموصل ممثل لوزير التربية محمد أقبال في محافظة أربيل وطلب 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 ويسمعني الآن طلب مني أن تبقى مدارس الرصافي لأن بعض المدارس الحكومية قال ستغلق لعدم وجود موازنات مالية تغطي هذه المدارس فأرجو منكم أن تبقى مدارس الرصافي وتحتوي أبنائنا لأنه أكو ضغط مالي على الوزارة يمكن ما راح تقدر تجدد عقود بعض البنايات هذا كلام وخلي يسمعني الآن الدكتورة محمد أقبال هذا الكلام قبل أسبوعين من القرار قبل شهر من القرار جاءتنا كتب شكر وتكريم أثناء القرار حصل 108 طالب من الرصافي فقط يحصلون على معدل فوق التسعين هل يعقل؟ هل يعقل؟ يعني العراق غادر كل تصنيفات جودة التعليم في العالم بعد ما كان يتذيلها بالقائمة التسلسلات الأخيرة حالة للأسف الشديد باقي التصنيفات العالمية التي غادرناها غادرنا والكل يعرف كل تصنيفات معايير جودة التعليم